السلام عليكم ورحمة الله وعطيكم المعافية أصدقائي معكم حمزة من قناة ميت زون مكملين معكم بشرحنا لمادة علوم الحياة الطبيعية بايو وان في الشابتر السابق حكينا عن الماكرو مولكيولز الفور ماكرو مولكيولز وحكينا عنهم بشكل معمق اليوم رح نكمل شرحنا في شابتر ثري رح نحكي تاور أوف ذا سيل بداية الشابتر رح نغوص في أعماق الخلية وبشكل خاص الخلية الحيوانية رح نتعرف إيش أجزائها وإيش مكوناتها وإيش وظيفة كل مكون موجود فيها رح ناخد أوفر فيو بشكل عام رح نحكي عن الخلايا بشكل بشكل عام يعني رح نحكي عن الخلايا الحيوانية الخلايا النباتية الايوكاريوتيك والبروكاريوتيك والآخر بعدين رح ندرس مكونات الخلية الحيوانية اللي هي بتهمنا اللي هي موجودة بجسم الإنسان The fundamental unit of life يعني المكونات الرئيسية للحياة بشكل عام كل أجسام الكائنات الحية خلينا نحكي كل ما هو حي مكون من الخلايا بغض النظر عن نوع هاي الخلايا هل هي أحادية الخلية أو متعددة النوع كل الأعضاء الحيوية أو الكائنات الحية زي ما قلت لكم هو مكونة من خلايا The cell is the simplest collection of matter that can be alive هنا نحكي تعريف الخلية الخلية هي أبسط شكل أو أبسط تجمع من المواد يمكن نحكي عنه أنه هو نظام حيوي أو مكون حيوي على قيد الحياة خلينا نحكي فإذا تعريف الخلية هو أبسط مكون من المواد The simplest collection of matter The cell structure is correlated to cellular function هنا نحكي أنه طبيعة شكل وبناء الخلية يرتبط ارتباطا تاما بالوظيفة اللي بيأديها يعني مثلا نحكي الخلية النباتية مثلا تحتوي على مكونات تتناسب مع الخواص اللي بتقوم فيها فعشان يمكن نشوف فيها سيلول فيها جدار خلوي بيختلف عن الخلية الحيوانية وهكذا الخلية الحيوانية مثلا بتتكون من فيها ER فيها رايبوزوم فيها نواة والنواة مغلفة مثلا بغشاء كل هذا رح ندرسولها قداما ولكن نعرف أنه شكل الخلية مرتبط مع الوظيفة اللي بتأديها فالوظيفة اللي بتأديها هاي الخلية رح يحدد لنا شو رح يكون شكلها All cells come from pre-existing cells يعني كل الخلية في إلها خلية منشأ أنشأت هاي الخلية يعني كل الخلية اللي موجودة عنا هي جاية من خلاية أم مسبقا يعني لكل خلية منشأ بشكل عام Biologists use microscope and the tool of the biochemistry to study cell علماء الأحياء بشكل يعني مخصص بيستخدموا المجاهر تمام Microsoft microscope اللي هو المجهر and the tool of biochemistry to study cell يعني بيستخدموا الأدوات الكيمياء الحيوية لحتى أنهم يدرسوا الخلية فإذا دراسة الخلية بتحتاج لوجود مجهر هلأ رح نتعرف على النوعين الأساسيات من المجاهر وشو وظيفة أو خاصية كل واحد منهم Though usually too small to be seen by the unneeded eye cell can be complex هنا بيحكي أنه على الرغم من أنه الخلية هي جدا يعني مكون صغير جدا جدا ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة أبدا على الرغم من ذلك هو إشي معقد يعني إحنا ما نستخف بالخلية الخلية رح نكتشف لقدام أنه هي عبارة عن تجمع من العضيات والمواد وكل واحدة بتقوم بوظيفة معينة زي المصنع تقريبا فهي إشي complex كثير معقد هون بهذا الفيغر بيبيننا شو الأشياء اللي نحن ممكن نشوفها بعيننا المجردة وشو الأشياء اللي بتحتاج إلى light microscope والأشياء اللي بتحتاج إلى electron microscope بشكل رئيسي اللي هو الإنسان human height يعني طول الإنسان مثلا أو شكل الإنسان هذا نحن نستطيع نشوفه بالعين المجردة length of some nerve and muscle cell الخلايا العصبية والخلايا العضلية هاي نحن نستطيع نشوفها بعين مجردة يعني لما لحمة الخروف مثلا لما نشوفها نحن نشوف الأعصاب الخلايا العصبية نشوفها مثلا نشوف الخلايا العضلية هاي أشياء يعني ممكن رؤيتها بعين مجردة برضو الإيغ والفروغ إيغ هاي كلها نحن نشوفها لغاية الوصول لـ human egg والmost plant and animal cell يعني بعض الخلايا الحيوانية والنباتية يمكن رؤيتها بالlight microscope حتى النواة وبعض البكتيريا والميتوكونديريا هاي كلها ممكن نشوفها بالlight microscope لما تشوف لما يصير الإشي أعمق وأدق وأصغر بالقياس يعني على 100 نانو متر نحن هون لا نبلش نحتاج إلى الإلكترون مايكروسكوب طبعا راح نتطرق لمكونات كل واحد وشو ممكن نستفيد منه وشو ممكن نشوف فيه بس ولكن نعرف أن الإشي كلما كان أصغر كلما يحتاج إلى مايكروسكوب احترافي المايكروسكوب تعريفه أو تعريف المايكروسكوب وأنواعه يعني العلماء هون بيستخدموا المايكروسكوب يعني حتى أنهم يكبروا الصورة لحتى يوضحوا الصورة حتى يقدروا يدرسوها هما بيكبروا الخلايا اللي بتكون صغيرة جدا جدا والإيمام نقدر نشوفها بالعين المجردة نكد آي يعني العين المجردة بالنسبة لللايت مايكروسكوب اختصاره الام الآلية أو التكنيك اللي بيصير فيه في عنا فيزيبل لايت اللي هو ضوء مرئي is best to draw the specimen specimen يا جماعة هي عينة يعني الضوء رح يعبر عبر هاي العينة وبعدين بيروح على glass lenses اللي هي العدسات الزجاجية يعني في عندنا الضوء بيطلع بيعبر من العينة اللي إحنا قاعدين بندرسها أو الخليل اللي إحنا بدينا نشوفها وبعدين بيروح على عدسة مكبرة الضوء اللي رح يطلع من هاي المايكروسكوب العدسة رح تعمل على كسر الضوء بتكسر الضوء لما تكسر الضوء هون بصير في عندنا تكبير للصورة lenses refract or bend نفس المصطلح ثنتين معناهم أنه بيكسر الضوء the light so that the image is magnified يعني الصورة رح تتكبر بعد ما تتكسر في عندنا بعض القياسات اللي هي البيكوميتر هو 10 أس ناقص 12 متر يعني شيء كثير صغير في عندنا الفيمتوميتر 10 أس ناقص 15 متر في عندنا ثلاث مصطلحات أو مقاييس أو معايير ضمن المايكروسكوب بشكل عام في عندنا الماجنيفيكيشن في عندنا الريزوليوشن وفي عندنا الكنتراست طبعا الماجنيفيكيشن بالعربي معناها التكبير إيش معنى التكبير بالنسبة للمجهر هي the ratio of an object's image size to its real size يعني هي النسبة ما بين حجم العين اللي إحنا شايفينها بالمجهر إلى حجمها الطبيعي يعني مثلا لما حكي هذا المايكروسكوب بيكبر مثلا ل100 حجم أو 100 مرة يعني بيكبر عن الحجم اللي هو موجود الحجم الحقيقي 100 ضعف يعني مثلا العدسات اللي موجودة بالمايكروسكوب رح تكون مثلا 10x 100x وآخرين 10x يعني هو بيكبر الصورة الحقيقية 110 مرات 100x بيكبرها 100 مرة وهكذا التعريفات جدا مهمة يا جماعة بتجي بالامتحان كثير يعني دائما دائما بيسألوا عن هاي الأشياء المعيار الثاني اللي إحنا بنهتم فيه هو الريزيليوشن الريزيليوشن معناها الدقة إيش يعني الدقة؟ هي the major of the clarity of the image كلمة clarity كثير مهمة وهي مفتاح التعريف يعني هو بقيس وضوح الصورة قديش هاي الصورة واضحة دما إحنا مثلا نكون شغالين مثلا عم نشوف فيديو أو مثلا على الشاشة بتكون مثلا الصورة مبكسلة أو مغبشة هون بنحكي والله الريزيليوشن تباحها مثلا الدقة تباحها تكون كثير بطيئة أو قليلة عفوا نتفرج على اليوتيوب أحيانا بنشوف أنه الدقة مثلا 340 أو 240 عفوا أو مثلا 360 نرفع إحنا الدقة بنحطها مثلا 720 أو 1080 هون إحنا علينا الدقة علينا clarity تبع الصورة في تعريف علمي ثاني إلها بيحكي إنه هو يعني هو المسافة أو أقل المسافة ما بين نقطتين صوريتين إحنا بنقدر نميزهم يعني قديش هاي المسافة القريبة جدا اللي إحنا ممكن نميز نقطتين عن بعض وهذا الشيء جدا مهم في دراسة الخلية إحنا لازم نميز ما تكون الصور داخلة ببعضها أو مثلا كل ما زومنا أكثر عملنا زوم أكثر لازم تكون الصور كثير واضحة وما تكون متداخلة بين بعضها فهذا مصطلح resolution المصطلح الثالث اللي هو الcontrast الcontrast يعني التباين يا جماعة إيش يعني التباين؟ يعني قديش أنا قادر أني أميز الأشياء اللي أنا بشوفها ضمن المايكروسكوب يعني العينة اللي حطيتها هل أنا قادر أميز شكل مثلا شكل الخلية شكل مثلا الجدار الخلوي تبع الخلية هل أنا قادر أميز شكل النواة مثلا الـ ER الريبوزوم هل أنا قادر أني أشوفه؟ فهذه الأشياء اسمها أو هذا المصطلح اسمه الcontrast يعني التباين هو يعني أنا قديش قادر أني أميز هاي الأشياء اللي موجودة ضمن العينة هون منشوف عنا بالنسبة للمايكروسكوب يا جماعة هاي أجزاءه خلينا أوضح لكم إياها أفوا المايكروسكوب بشكل رئيسي أجزاءه ممكن تيجي بالامتحان يعني حيانا ممكن نجيب الرسم ويطلبوا أشياء معينة في عنا بشكل مبدئي الأوكولر يعني هنالعدسات العينية الأوكولر هي المكان اللي إحنا منحط فيه عيونه ومنبلش نشوف العينة في عنا الأوبجيكتف أو الأوبجيكتف لينس منسميهم إنه العدسات اللي راح تكبر لي الصورة زي ما حكينا قبل شوي إنه إحنا بصير فيه إنعكاس للضوء فهاي العدسات هي اللي بتكبر الصورة فالأوبجيكتف لينس اللي هي العدسات اللي بتكون مباشرة فوق العينة وهاي العدسات قلت لكم تيجي بأحجان ممكن عشرة إكس ممكن مية إكس ألف إكس وإلى آخرين في عنا الستيج اللي هو هاي اللي بنحط عليه العينة طبعا هون بنحط العين إحنا إذا واضح عندكم في عندنا كوندنسر مكثف هذا المكثف مهمته إنه هو الضوء طبعا بيجي من هون هذا اللايت الضوء بيطلع من هون بيوصل عند الكندنسر الكندنسر مكثف بيعمل على تكثيف الضوء يعني إحنا بنحتاج إن الضوء يكون مثلا كثير قوي أو شدة عالية فهو بيكثفه بيمرق ضمن العينة ومن العينة بيطلع على العدسات لحتى نحنا نشوفه ها هي الآلية بكل بساطة يعني في عندنا الفوكسينج نوب اللي هو هذا الزر إحنا بنحدد فيه هذا الزر يا جماعة يعني مختص بالكونتراست بيخلينا الصورة واضحة في عندنا نوعين منهم الكبير الزر الكبير وفي عندنا الزر الصغير إحنا لما نبلش نشوف العينة مضبوط منبلش بالزر الكبير ندور فيها لحتى توضح الصورة بس نشوف الصورة بلشت توضح يعني والمعالم صارت تتبين بنتقل الزر الصغير هون لهون هو زي مفتاح يعني أنا بقدر أدور التدوير بصير ألف فيه لحتى توضح الصورة وتطلع عندي دقتها عالية جدا فهذا بشكل رئيسي المجهر وشو هي الأجزاء اللي موجودة فيه يعني بشكل مختصر يا جماعة هون إنه اللايت مايكروسكوب بيقدر بشكل فعال يعني أكبر العين اللي أنا حاطها لألف مرة يعني الإشي الصغير أو المكون الصغير إذا كبرته ألف مرة أنا بقدر أشوفه بوضوح بالعدسة طبعا اللي هي الألف إكس فإذن تكبير اللايت مايكروسكوب يصل إلى ألف مرة هاي لازم نحفظها وطبعا هو إفكتيفلي يعني بكفاءة يعني أنا بقدر أشوفه بدقة عالية جدا هنا بيحكي إنه العلماء بيستخدموا عندهم تكنيك أو تقنيات متعددة لأنهم يحسنوا من تباين الصورة طبعا إحنا أهم إشي الريزيليوشن والتباين يا جماعة أنا الدقة تكون عندي عالية والتباين يكون عندي عالية ففي عندنا بعض الطرق نحن بنستخدمها هلا راح نتطرق لها سريعا اللي بيستخدموها العلماء لحتى إنهم يقدروا يعني المكونات تبعات الخلية أنا أحيانا بحتاج إني أصبغها أضيف عليها مثلا بعض الأصبغة اللي بتميز لي مكونات معينة أو ممكن أنا بدي أحدد أو مثلا بدي أعرف مثلا النواة بدي أعرف الـ ER بدي أعرف الكروماتويد كلوروماتين إلى آخره فبحتاج إني أعملها زي لابل فالتكنيك اللي إحنا بنستخدمو هلا راح نمرق عليه يعني 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 هو ما بيقدر يجيب للمكونات الداخلية جوة جوة الخلية هلا الخلية فيها جوة أورغانيلز أورغانيلز هي عضايات خلينا نحكي بالعربي الأورغانيلز هي مكونات صغيرة جدا يعني تخيلوا قداش الخلية صغيرة لسه في جواتها مكونات والمكونات جدا صغيرة اللايت مايكروسكوب ما بيقدر على هاي المكونات يعني هو ما بيقدر يحدد لي أو يورجيني هاي المكونات بشكل رئيسي فهون نحن نلجأ للإلكترون مايكروسكوب اللي هو المايكروسكوب الإلكتروني اللي بيعتمد على الإلكترونات وليس الضوء طيب هلا بدنا نشوف شو هي التكنيك اللي بيستخدمها للعلماء different method for enhancing visualization of cellular structure يعني شو هي الطرق المتعددة اللي نحنا نستخدمها لحتى نحسن من صورة اللايت مايكروسكوب مش كثير صراحة بيدققوا عليهم بس ولكن نمشي عليهم سريعا سريعا ممكن نحنا نعمل bright field يا جماعة نزيد السطوع هاي نستخدمها مع العينات غير المصبوغة يعني احنا بزيد سطوع الضوء مثلا فعندي بتبين الخلية او الاشياء اللي عم بدرسها بشكل بشكل كامل الاشياء المصبوغة برضو بقدر عمل لها bright field بعمل على زيادة السطوع وهون يعني بشوف احنا كيف شكلها مثلا هاي هون خلية غير مصبوغة عملت على زيادة السطوع لها بيانت عندي حدود الخلية هون خلية مصبوغة برضو بيانت الطريقة ثالثة اللي هي احنا منزيد التباين عن طريق زيادة كثافة المواد داخل العين هاي بدها ندرس العين اللي احنا قاعدين منشوفها لازم ندرسها اذا غيرنا كثافة المواد اللي موجودة فيها ممكن في اشياء تظهر اكثر بوضوح اكثر في عنا اشياء مثل نستخدم مثلا فلوريسنس صبغات مشاععة لحتى نميز اشياء معينة والاخر هاي بعض التكنيك حلو لو بس نعرف عنوينهم طيب بعد الليت مايكروسكوب رح ندرس الإلكترون مايكروسكوب الإلكترون مايكروسكوب في منه نوعين يا جماعة طبعا احنا زي ما حكينا وزي ما اتفقنا السبسيليولار اللي هي المكونات الاصغر من الخلية او المكونات الموجودة داخل الخلية هاي ما نقدر نشوفها بلايت مايكروسكوب احنا من الخلية هاي جدا مهمة في عندنا نوعين منهم طب ايش هما في عندنا السي ام اس وفي عندنا التي اي ام اس السي ام اس هي سكاننج إليكترون مايكروسكوب اختصار لسكاننج إليكترون مايكروسكوب من اسمها يا جماعة سكاننج احنا هون بنعمل سكان يعني مسح شامل لسطح الخلية او سطح المكون اللي انا عم بدرسه طبعا ايش الالية اللي بيعتمد عليها فوكس بيم اف اليكترون انتو the surface اوف اس بيسيمن يعني بيعمل على التسليط او بيركز حزمة من الالكترونات عشان هيك قلت لكم هو بيتمد على الالكترونات وليس على الضوء بيعمل على تركيز حزمة بيم معناتها حزمة من الالكترونات على سطح العين عشان هيك قلنا سكان هو بيعمل مسح خارجي لسطح العين للخلية فنربط Surface اللي هو السطح سطح الخلية أو سطح 3D هذول مختصين بالسكانين لكيترون مايكروسكوب لترانزميشن الكيترون مايكروسكوب من اسمه ترانزميشن ترانزميشن يعني هو بيخترق داخل الأشي اللي نحن عم ندرسه فهو ما رح يكتفي بدراسة السطح وإنما بيفوت عميقا لشكل الخلية طبعا هو برضو بيركز على بيم من الالكيترونات رح تخترق هاي العينة TEMS are used mainly to study the internal structure of cell طبعا برضو بالالكيترون مايكروسكوب مش حنا حكينا في نوعين في نوع أقوى من نوع اللي هو TEMS هذا أقوى من سكانينج سكانينج سطحي التيم يعني هو بيغوص داخل العينة وهذا شكل الالكيترون مايكروسكوب نشوفه حجمه طبعا جدا كبير ويحتاج إلى طاقة عالية طبعا هنا النوعين من الكيترون مايكروسكوب زي ما بنشوف مثلا هاي الصورة مستخدم فيها SEM اللي هو السكانينج اللي بيعمل السكانينج زي ما احنا شايفين مورجينا السطح الخارجي أو شكل 3D من العينة هون التيم اللي هو بيكون داخل العين بيورجينا أشياء أدق وأصغر جدا من السيم طيب هكي احنا منكون خلصنا من دراسة المايكروسكوب بنوعيها هلأ رح ننتقل إلى دراسة الخلية هلأ بلش شابتر يصير شوي specific بداية يا جماعة احنا في عنا نوعين من الخلايا بشكل عام يعني الأحياء بشكل كامل يعني بتحكي كل الأحياء كل إشي اسمه كائن حي في عنا نوعين منه النوع الأول اسمه إيوكاريوتك يعني خلايا حقيقية النواة خلايا بيكون فيها نواة وتكون هاي النواة مغلفة ورح نيجي إلى الأشياء اللي بتخص هاي النوع من الخلايا وفي عنا البروكاريوتك البروكاريوتك اللي هي الخلايا وحيدة النواة برضو نحن نتطلق لخصاص هوا أمثل عليه يعني الإيوكاريوتك سي يا جماعة بيحتوي على أغشية داخلية وهاي الأغشية الداخلية تقسم الخلية إلى حجرات معينة كل وحدة حسب وظيفتها أو حسب الإشي اللي هي بتقدمه The basic structure and function unit of every organism is one of two type of cell سي ما حكيت لكم أبسط شكل من الخلايا بكل الكائنات الحية هو واحد من اثنين يا بروكاريوتك يا يوكاريوتك Only organisms that domain bacteria and archaea consist of بروكاريوتك يعني يا جماعة هون بيحكي إنه فقط البكتيريا والاركيا طبعا هاي كائنات حية خلينا نحكي هما بروكاريوتك ومعد ذلك هي ايوكاريوتك رح نعرف شو الفرق بين أنتم لقد البروتستا الفانجاي الأنيمل البلانت هذول كلياتهم يعتبروا ايوكاريوتك طبعا البروتستا الفانجاي اللي هي الفطريات الأنيمل اللي هي الخلايا الحيوانية اللي هي بالحيوانات والإنسان طبعا البلانت والخلايا النباتية هلا أبدأ نقارن ما بين البروكاريوتك والأيوكاريوتك بيسيك فيتشر أوف أول سيل هنا يا جماعة نركز بشغلة أنه هاي الأشياء أو هاي الخواص الأربعة هي لكل الخلايا سواء كانت ايوكاريوتك أو بروكاريوتك هنا نحن ما عم نميز خلية عن خلية يعني أي خلية بالدنيا لازم يكون فيها هاي الأشياء بعدين رح نشوف شو الفروقات البيسيك فيتشر لإلهم لازم يكون في عنا بلازما ميمبرين أكيد اللي هو الغشاء البلازمي اللي بيغطي الخلية السيتوسول يا جماعة هو عبارة عن سيميفلويد سابستانس هو عبارة عن مادة هلامية شبه سائلة ليست سائلة مية بالمية منسميها سيتوسول هاي بتكون جوات الخلية في عندنا مصطلح آخر اللي هو السيتوبلازم أو السيتوبلازما بالعربي السيتوبلازما هو السيميفلويد سابستانس مع كل المواد اللي بتسبح فيها يعني داخل الخلية في عندنا سائل هلامي اسمه سيتوسول طب فيه عضيات وفيه أورغانالز وفيه كومبونانت وفيه مثلا مواد سابستانس بشكل عام تسبح جوات السيتوسول هاي منسميه السيتوبلازم إذن السيتوبلازم هو المي مع المكونات اللي بتسبح فيها سوا السيتوسول هو بس المي اللي موجود ضمن الخلية في عندنا شي مهم كثير جدا واللي هو مسؤول عن الجينات أو الوراثة اللي هو الكروموسوم الكروموسوم هو عبارة عن DNA مع بروتين اسمه الهيستون كثير مهمة يا جماعة كثير كثير مهمة الكروموسوم هو DNA مع هيستون طبعا ضمن الكروموسوم تتحمل الجينات الكروموسومات هي بتحمل الجينات والشفرات الوراثية اللي رح نتطرق لها وفينا برضو الرايبوزوم الرايبوزوم برضو هي مصنع البروتين هاي المصطلحات نحفظها جدا مهمة الشفرة الوراثية او الجينات تتحمل على الكروموسومات خلاص نربط كروموسوم يعني جينات رايبوزوم يعني هو الاشي اللي بصنع البروتين مصنع البروتين سايتوسول المي سايتو بلازمة المي مع المكونات اللي بتسبح فيها وجدا مهم لبلازمة ميمبرين هلا راح نيجي للبروكاريوتيك سيل او منسميهم يوني سيليلر زي ما حكتلكم البروكاريوتيك هي عبارة عن خلايا تسمى وحيدة الخلية او وحيدة النوا شو صفاتها العامة ما فيها نيوكليوس نيوكليوس يا جماعي يعني نوا هاي اول شغلة مهمة البروكاريوتيك ما فيه نوا الدي اي اي از انباوندد ريجيون يعني هو عبارة عن دي اي اي مفروط ما هو محدد بمنطقة معين هي منطقة انباوندد يعني مش مغطية بغلاف يعني الوحيدة الخلية بيكون الكروموسوم تباحها طالما ما في نوا ما في عندي منطقة محددة للدي اي اي بيكون الدي اي بي انباوندد او انباوند ريجيون بنسميها نيوكليويد نيوكليويد هي المنطقة اللي بتواجد فيها الدي اي بيسبح عادي الدي اي بيمشي وبيسبح وما هو موجود بمنطقة واحدة ما في منبرين بيغطي العضيات اللي موجودة جوا الآن سنرى بالنسبة للأيوكاريوتيك ما يختلف فيها ولما ندرس شكل الخلية سنعرف أكثر والسايتو بلازما باوند باين بلازما مبراين يعني الخلية عبارة عن بلازما مبراين وجوه مي وبيصبح فيها كل العضيات أو الأورغنيلز خلينا نحكي هذا الأشي مش موجود بالأيوكاريوتيك بالأيوكاريوتيك كل مجموعة تتغطى بغلاف معين سنرى كيف فإذا نلخص ما في نواة الدي اي بيسبح بشكل حر بمنطقة ما سميها نيوكليويد ما فيه ممبراين بيغطي كل عضية والسايتو بلازما بس هي الوحيدة اللي تتغطى بالبلازما ممبراين بشكل عام طيب هون في عنا بكتيريا منلاحظ أنه اللون الأزرق هاي عبارة عن الكروموسوم الكروموسومات يا جماعة شايفينها مفروطة فرض جوا الخلية ما في لها مكان محدد هذا المكان نسميه نيوكليويد يعني مكان تواجدها لما أحكي ما في لها مكان محدد يعني ما في ممبراين بيغطيها أو بيحجزها بمكان معين هي جاي فرض تقريبا هاي بكتيريا رود شابت بكتيريوم ما في أي يعني هي من وحيدات الخلية أو من البروكاريوتك في لها البلي اللي هي الأرجل أو الأهداب في لها الفلاجيلة اللي بتمشي فيها مش مهم كثير بس مهم نعرف انه في عنا بلازما ممبراين بس هو الممبراين الوحيد اللي موجود جوا في عنا سايتوسول وسايتو بلازما خلينا نحكي وفي عنا هون الدي انا موجود بمنطقة تسمى النيوكليويد وفي عنا الريبوزوم حكينا الريبوزوم موجود بكل أنواع الخلايا مش شرط انه بروكاريوتك او ايوكاريوتك طيب بعد البروكاريوتك رح ندرس الايوكاريوتك سيل او مالتي سيولير أورغانيمز اللي هي منحكي خلايا متعددة النواة الخواص العامة فيها اول اشي منبلش بالدين اي يا جماعة الدين اي هو موجود ضمن نيوكليوس احنا حكينا هناك ما في نيوكليوس ما في نواة هون بالعكس هون في نواة وداخل هاي النواة موجود الدين اي عشان هيك حكيت لكم هناك الدين اي بيكون مفروض فرض هون بيكون محجوز ضمن النواة طبعا هو bounded by a membrane بنسميه nuclear envelope nuclear envelope هو الممبرين اللي بيغطي الدين اي هو عبارة عن double phospholipid bilayer الممبرين عبارة عن طبقتين من الفوسفوليبد bilayer عبارة عن طبقتين مهمة جدا هاي تيجي بالامتحان احيانا بيغششونا بيقولوهم مثلا phospholipid layer هو طبقة من الفوسفوليبد الناس تكتب اوكي او true غلط هو bilayer يعني طبقتين او طبقة مزدوجة من الفوسفوليبد خاصية ثانية والمهمة اللي بتفرق عن البروكاريوتك اللي هو في عنا membrane bound organelles اي عضية او مثلا مجموعة مكونات او structure او subcellular موجود ضمن هاي الخلية راح يكون مغطى بغشاء بيفرزوا او بيعزلوا عفوا عن باقي الorganelles السايتوبلازما in the region between the plasma membrane and nucleus بيحكينا انه السايتوبلازما هو اي اشي بيفصل ما بين النواة والبلازما ميمبرين الخارجي يعني في عنا غلاف خارجي اسمه بلازما ميمبرين في عنا نواة وفي عنا سايتوبلازما فيها باقي المكونات او كاريوتك سيل ارجنيرلي much larger than بروكاريوتك سيل بشكل عام طبعا كونه اليوكاريوتك فيها كثير organelles وفيها كثير function يعني بتعمل كثير function فاشي طبيعي انه يكون حجمها اكبر بكثير من البلوكاريوتك هلا بنيجي نشرح شوي عن البلازما ميمبرين البلازما ميمبرين هو عبارة عن selective barrier هو حاجز انتقائي جدا مهم مليون خطعت تحت هاي الكلمة selective barrier هو حاجز انتقائي حاجز انتقائي ايش يعني يعني هذا الحاجز مش انه والله اي اشي بيفوت على الخلية يلا تعال فوته اي اشي بدي يطعم الخلية يطلع لا حسب حاجة هاي الخلية او حسب حجم هاي الخلية هو بدخل المواد بدخل الاكسجين بدخل نيوتريانت بيطلع فضلات حسب حاجة الخلية فهو انتقائي لحاجة الخلية اذا هو selective barrier that allows sufficient passage of oxygen nutrient and waste to serve the volume of every cell يعني كل خلية حسب حاجتها بدخل وبطلع المواد the general structure of biological membrane is a double layer of phospholipid زي ما حكينا غلاف النواة هو عبارة عن bi-layer من الفوسفولipid برضو البلازما membrane هو عبارة عن طبقتين من الفوسفولipid ال-ID معناته identity of cell carbohydrate side chain of the surface of each cell ال-ID يا جماعة هون ايش قصدهم هون قصدهم انه كل خلية على سطحها الخارجي او على البلازما membrane من برة في عنا كاربوهايدرات كاربوهايدرات في عنا زي سكريات هاي السكريات زي بصمة الاصبع ما بتتشابه مع اي خلية اخرى سبحان الله فعننا هون السكريات هاي هي اللي بتميز كل خلية عن خلية اخرى فمن خلال هاي السكريات نحنا بنقدر نصنف الخلايا بنقدر نميز خلية عن خلية اخرى فعشان هيك الخلايا اللي متشابهة بالside chain او بالكاربوهايدرات side chain بتتشابك مع بعضها مثلا وتتحد مع بعضها خلينا نشوف بالشكل عنا هذا شكل لابلازما membrane زي ما حكينا يا جماعة هو عبارة عن طبقتين من الفوسفوليبيد هاي اللي باللون الرمادي والاصفر هاي طبقة وفي عنا هاي طبقة يعني معاكسة لها هذول الكاربوهايدرات side chain زي ما حكيت لكم اللي باللون الاخضر هي عبارة عن سكريات سداسية بالغالب بتكون بتكون على سطح الغلاف البلازمي او غشاء البلازمة وفي عنا بروتينات بتكون هاي مغروسة ضمن البلازمي الممبرين يعني هاي الأشياء كلها رح ندرسها بالشابتر الرابع يعني خلوا خليكوا شوي عليها ما عليش هايدروفيليك ريجون هايدروفوبك ريجون هايدروفوبك ريجون هايمان مش رح ندرسها حاليا منلاحظة جماعة انه هاي الصورة مأخوذة من التي اي ام اذا تذكروا لهو اذا اخذنا بانوراميك فيو اوف يوكاريوتيك سيل يعني شكل اليوكاريوتيك سيل بشكل عام في عنا انتيرنا الممبرين ذات بارتشين ذا سيل انتو ارغانيلز زي ما حكينا لكم انه كل ارغانيلز داخل هاي الخلية رح تقسمها الى اجزاء مختلفة رح تقسمها الى اجزاء مختلفة الخلية النباتية والخلية الحيوانية بتشابه مع بعض كثير بالاجزاء الموجودة ضمن هاي الخلية هاي صورة بانورامية للخلية الحيوانية اول اشي رح نبلش فيه واللي هو اهم اشي لبلازما ممبرين هاي اللي باللون البني تقريبا هاذ هو لبلازما ممبرين طيب اذا خذنا مقطع ضمن الخلية شو رح نشوف اهم اشي باللون النهدي اللي هو النيوكليوس اللي هي النواة هاي باللون النهدي هاي كل ياتها النواة النواة فيه لغلاف سميناه نيوكليار انفيلوب نيوكليار انفيلوب ننسميه بالعربي الغشاء النووي غشاء النواة هو دبل ممبرين من الفوسفوليبد تمام اش فيه كمان فيه نيوكليولوس نيوكليولوس يا جماعة اللي هي النوية في نواة جوى النواة سبحان الله هناك شيء يسمى الكروماتين الكروماتين نحن قلنا عنه أو ما قلنا عنه الكروماتين يا جماعة ماذا هو الـ DNA البلازمامبرين هناك الريبوزوم هذه المصطلحات كلها سوف نتطرق لها واحدة واحدة تلو الأخرى هناك الـ ER سموث ER وعندنا رف ER الـ ER هو اختصار لإندو بلازماتي كريتيكيلوم الشبكة الإندو بلازمية سوف نعرف شو وظيفتها في عندنا السنتروسوم في عندنا السايتوسكيلتون السايتوسكيلتون هو هيكلي يعني بدعم شكل الخلية في عندنا لايزوزوم جولجي أباريتوس اللي هو جهاز جولجي كل جهاز أو كل عضية كل أورغانيز موجود رح ندرسه رح نعرف شو وظيفته زي ما احنا شايفين جماعة هو مقسم تكسيم سبحان الله ففي عندنا أغشية بتبطن أو بتغلف كل جهاز لحاله جولجي أباريتوس هايو مغلف لحاله الرايبوزوم مش مبينين كثير على الصورة منشوفهم لاحقا الـ ER هذا اللي بيحيط بالنوها سواء كان رف أو سموث برضو الميتو كونديريا يعني ما نحمل أهميتها بالنسبة للتنفس هي مسؤولة عن التنفس الميتو كونديريا رح نحكي عنهم كلياتهم بشكل مفصل هاي خلية نباتية طبعا الخلية النباتية بتكون هندسية أكثر شوي أكثر من الخلية الحيوانية بس ولكن إذا منتطلع تقريبا يعني مش هذاك الفرق الكبير هاي عنا نواة وجواتها نوية تقريبا أو مش تقريبا مية بالمية نفس الخلية الحيوانية وإنما بختلف الدينية طبعا تبعا في عندنا الإي آر إحنا عبد الخلية الحيوانية كان الإي آر أكبر سواء كان رف أو سموث فيه جهاز جولجي جهاز جولجي هايو وفي عندنا الميتو كونديريا فيه اختلاف هون اللي هو كلوروبلاست مثلا الشكل السيلوول في عندهم سيلوول إحنا ما عنا سيلوول السيلوول بيجي خارج البلازما ميمبراين هاي البلازما ميمبراين بالبني الفاتح البني الغامق هي عبارة عن السيلوول في عندهم سيتوسكليتون يعني تقريبا شبه مماثلة تماما للخلية الحيوانية هاي شكل خلية حيوانية تمام وهي الفنجي سيل اللي هي الفطريات هاي يست اللي هي الخميرة طبعا كلهم هذول بالشكل هم عشان نتعرف عليهم بس لا أكثر ولا أقل خلية الحيواني النباتية يعفون بلانت سيل يعني هي تعتبر شكل مثلا شكل هندسي الخلية النباتية بس عشان نحن نميزها ولكن اللي بهمنا هو مكونات هاي الخلية طيب The eukaryotic cell genetic instruction are housed in the nuclears and carried out by ribozome نتفق على شغلية جماعة أنه أهم شي ضمن الخلية هو النواة تمام؟ النواة داخلها DNA الـ DNA هو اللي بيحمل الجينات مين اللي بيطلع الـ DNA من الخلية لبرة لحتى يصير إلو نسخ والوح ينتقل لخلية أخرى ضمن جسمنا اللي هو الريبوزوم زي ما حكيت لكم قبل الريبوزوم هو مصنع بروتين بالنهاية هو كله بروتينات طيب The nucleus contains most of the DNA in eukaryotic cells Some DNA found in mitochondria أغلب الـ DNA موجود زي ما حكينا بالنواة في بعض الأجزاء البسيطة من الـ DNA بيكون موجودة بالـ mitochondria الريبوزوم بيستخدم المعلومات من الـ DNA to make protein زي ما حكيت لكم الريبوزوم تيجي الشفرة مثلا من الـ DNA بروح بترجمها إلى بروتين فإذا مصنع البروتين هو الريبوزوم والجينات بتكون محملة على الـ DNA هاي مصطلحات وثوابت لازم نتعلمها طيب هيك احنا مكون اليوم خلصنا درسنا رح نكمل إن شاء الله بدراسة باقي أجزاء الخلية رح ندرس النواة رح ندرس الريبوزوم رح ندرس كثير أشياء فالشابتر كثير ممتع حرفنا على مكونات الخلية لا تنسوا الاشتراك بالقناة تعملوا شير لأصدقائكم لايك وتعليق لحتى نستمر بشرحنا لا تنسونا من دعاكم يعطيكم ألف عافية وانتظرونا في فيديوهات قادمة ترجمة نانسي قنقر